إذن أجمع خبراء اقتصاديون جزائريون على ضرورة استغلال إمكانية الجزائر في جميع المجالات عن طريق ترقية القطاعات الاقتصادية مشددين على أن تراجع أسعار النفط سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني كون الوقت حان للتخلص من التبعية للاقتصاد الريعي أحمد رجدي رصد التالي نعيش في أزمة والأزمات اللي رح تجير وبما تكون أصعب ولازم نحضر نفسنا لهذه الأزمات ونبليل حكومة حتى الحكومة اعترفت بأن هناك قطاعات ممكن تعطي إضافة لهذا الاقتصاد ما يسمي الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والالتصاد ورانا في عصر الرقمنة يكفي أن لما نشوف أكبر الشركات وأغنى الشركات في العالم هي الشركات التي استثمرت في تكنولوجيات الإعلام والالتصاد الإمكانية الموجودة عندنا الآن لم تكن موجودة عندنا في الثمانينات كان الآن عندنا قطاع خاص ما شاء الله قوي عندنا احتياط يصرف لبس به عندنا معناش مديونية إذن يجب أن نشمر على سواعدنا ونشتغل كل ما هو هذه الأزمة ليست موجودة فقط في الجزائر وموجودة في كل دول أخرى ولكن لحصر حدنا الجزائر عندها إمكانية ليست موجودة عند الآخرين إلى ذلك أثار قرار الحكومة الأخيرا متعلق بالاستغناء عن اليد العاملة الأجنبية أثار جدلا كبيرا وسط المختصين في المجال متسائلين عن مصير المشاريع المستقبلية في ظل نقص اليد العاملة الجزائرية سوريا شعلال وأحمد رجدي في هذا التقرير في الوقت الذي قررت فيه الجزائر تجميدة رخيص العمالة الأجنبية أصبحت هذه الأخيرة ركيزة أساسية في اقتصاديات عدة دول من العالم أين يعد العالم العربي الرائد في الاستنجاد باليد العاملة الأجنبية في إنجاز مختلف مشاريعه حيث تتصدر دول الخليج القائمة أين تشكل العمال الأجنبية ثلثي مجموعة القوى العاملة بأزيد من 17 مليون عامل في السعودية لوحدها تحتضن ما يقارب التسع ملايين عامل وافد وأربع ملايين منهم في دولة الإمارات الكويت التي يمثل عدد العمالة الأجنبية بها التسعين بالمئة من مجموع سكانها تعتبر أحسن مثال في الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية في تحقيق التنمية بينما تساهم هذه الفئة بقطر في أكبر المشاريع التنموية خاصة المتعلقة منها بالتحضير لاستضافة كأس العالم عام 2020 وإلى شمال القارة السمراء المغرب يمثل عدد العاملين الأجانب به الستة ألاف وسبعمائة وثمانين عامل بينما يقارب عددهم بتونس الأربع آلاف وخمسمائة عامل السياسة التي انتهجتها الدول العربية في إنجاز مختلف مشاريعها من خلال استقطاب العملة الأجنبية سمح لها بتحقيق قفزة نوعية في مجال البنى التحتية من خلال تشييدها في أجالها المحددة ووفق المقاييس العالمية بالإضافة لتحقيق تطور ميداني ملموس في القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والمناجم لتصنع الجزائر الاستثناء بقرار صنع الجدل أوسط المتتبعين عن مصير المشاريع الأنية في خضم أزمة نقص اليد العامل بالبلاد محلياً الآن ورغم أهمية الامتيازات الجديدة التي يقدمها الصندوق الضمان الاجتماعي للفلاح إلا أنها في ولاية غلزان لم تلقى ترحيب الفلاحين وذلك بسبب تزديد غرامات الاشتراك خاصة وأن الدخل الفردي للفلاح يقترن بما تجود عليه الأرض حمزة زروقي ونجمة بوكرش وتفاصيل الامتيازات الجديدة التي قدمها صندوق الضمان الاجتماعي للفلاح رغم أهميتها إلا أن الفلاحين بولاية غلزان لم يستفيدوا منها نظراً لكونها ارتبطت بتزديد غرامات الاشتراك بأثر رجعي بداية من 1996 الفلاحون يرون أن إجراءات الاشتراك التوعي للفلاح مع تزديد هذه الغرامات لا تخدم الفلاح وتقلل من إرادته في العمل كونهم لا يستطيعون تزديد غرامات التأخيرة التي قد تصل إلى ما يفوق 100 مليون سنتيم بين امتيازات صندوق الضمان الاجتماعي وعزوف الفلاحين يبقى قطاع الفلاح ينتظر نهضة شاملة قد تدفع إلى التنواع من الاقتصاد الوطني إلى موضوع آخر حيث أكدت أرقام جديدة صادرة عن البنك الدولي بأن حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن فيروس زيكا سيتجاوز 3.5 مليار دولار وأضف البنك بأن القيمة التقديرية الأولية لتأثير الاقتصادي لهذا الفيروس تصل إلى 0.06% من الناتج الإجمالي العالمي لكن يمكن أن تتجاوز 1% في بعض الدول خاصة في منطقة الكاريبي وذلك في السياق وفي ذات السياق أقول فإن البنك الدولي بصدد 150 مليون دولار للمساعدة في مكافحة فيروس زيكا في أمريكا اللاتينية والكاريبي بناء على احتياجات كل بلد الفورية وسيرسل خبراء فنيون إلى المناطق المتضررة وفي قطاعي الطاقة توقع بنك أوف أمريكا ميرين لانش أحد أكبر البنوك الأمريكية بأنه سيساعد تجميد منظمة أوبيك مستوى إنتاجها في ارتفاع سعر النفط من جديد إلى 47 دولار بحلول جوان القديم وتضمن نفس التقرير له من المتوقع أن يساعد تجميد أوبيك مستوى إنتاجها السوق على إيجاد حل لهذا الانخفاض كما يعتبر تجميد الإنتاج خطوة مهمة لتحقيق استقرار أسعار النفط أو حتى الأسواق العالمية والآن إليكم جدوى المعدل أسعاري للمولات الأجنبية وآخر مؤشرات بورصة الجزائر ومؤشرات أسواق النفط المعدن